الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة مع شروق عماد إليك شروق شكرا لكم أميرة وأدى أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة التاسعة ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أسيا الوسطى بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022 بفائض تجاري يبلغ نحو 42.18 مليون دولار لصالح مصر جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات واستعرض خلاله الأهمية الاقتصادية لدول أسيا الوسطى والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة فضلا عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة أكدت وزارة البترول تزايد معدلات تحويل السيارات العملي بالغاز الطبيعي وذلك بعد المبادرة التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي لمد فترة تقصيد تكلفة التحويل لمدة عامين بدلا من عام فضلا عن التطور الكبير في إجمالي مباعات غاز السيارات جاء ذلك خلال اجتماع لوزير البترول طريق الملة مع عدد من قيادات قطاع البترول لاستعراض الموقف التنفيذي لمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة تمكنت الدولة خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية فضلا عن تزديد أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية وحققت مصر صادرات بلغت ثمانية ملايين طن خلال عام 2022 ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو ثمانية وأربعة من عشر مليار دولار طفرة هائلة في قطاع البترول والغاز تمكنت من خلالها الدولة في السنوات الماضية من توظيف الاكتشافات في تعزيز الحصيلة الدولارية إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي نجمع عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائد في معروض القهرباء كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال في المجمل حققت مصر صادرات بلغت ثمانية ملايين طن خلال عام 2022 ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو ثمانية وأربعة من عشر مليار دولار بزيادة مئة وواحد وسبعين عما كانت عليه عام 2021 وفي إطار سعيها لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي عملت مصر على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي تضمنت توقيع مائة وعشرين اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 بئراً خلال الفترة من 2014 إلى 2022 ونجح القطاع في زيادة قدراته الانتاجية من الغاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مقعبة يومياً بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 27 مليار قدم مقعبة يومياً حتى نهاية عمر المشروع توق المال أنهت البورصة المصرية والتعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه حيث ربح رأس المال السوقية 15 مليار جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 1.7% لغلق عند مستوى 24.226 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 65.100% لغلق عند مستوى 5.347 نقطة وسط مؤشر EGX100 بنسبة 68.100% لغلق عند مستوى 7.691 نقطة قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيورينا إن البنك سيبدأ في شراء العملات الأجنبية إذ ارتفعت أسعار النفط إلى ما بين 88.90 دولارا للبرميل وكان البنك قد توقف في أغسطس الماضي عن شراء العملات الأجنبية حتى نهاية العام لتجنب تفاقم الضغط على الروبل الذي انخفض إلى أن أصبح الدولار يساوي 100 روبل وتعتمد روسيا بشكل كبير على صادراتها من النفط والغاز لتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية أكدت دول العراق ونيجيديا وجمهورية الكنغو التزامها تجاه تحالف أوبيك بلاس بشأن مستويات الانتاج وتحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط العالمية يتدلك بعد خروج أنجولا الأسبوع الماضي من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك بعد إعلان أنجولا الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة أوبيك بعد خلاف بشأن حصتها الانتاجية تصور مخاوف حول تموسك مجموعة منتج نفط والتحالف أوبيك بلاس في المستقبل على غرار أنجولا دخلت نيجيريا في خلاف مع قادة أوبيك حول حصة انتاجها لعام 2024 رغم أن هذا الخلاف تم حلو على ما يبدو خلال الاجتماع الأخير للمنظمة في الثلاثين من نوفمبر الماضي رغم ذلك ينظر أغلب المحللين إلى انسحاب أنجولا باعتباره حالة فردية وهي إشارة إلى أن الانخفاض طويل الأمد في قدراتها الانتاجية جعل منها عضوا أقل فاعلية في منظمة أوبيك إلى ذلك أكدت دول أخرى أعضاء في المنظمة كالعراق والكنه التزامهما تجاه المجموعة حفاظا على توازن سوق النفط العالمية وانفصلت أنجولا عن أوبيك بعد 16 عام من عضويتها بعد القرار الأخير الذي اتخذته أوبيك بتحديد حصة تبلغ 1.11 مليون برميل يوميا لانجولا وهو ما عرضته لواندا التي تهدف إلى إنتاج 1.18 مليون برميل يوميا تواجه منظمة أوبيك وحلفائها في تحالف أوبيك بلص مخاوف من فقدان نفوذهم في السوق في ظل الخلافات بينهم فضلا عن المنافسة الأمريكية والمساعد الدولية لتقليص الاعتماد على الوقود الإحفوري تأسست منظمة أوبيك عام 1960 وتجمع 13 عضوا وشكلت تحالف أوبيك بلص عام 2016 مع 10 دول أخرى من بينها روسيا بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط في مواجهة التحديات التي تفرضها المنافسة الأمريكية أعلنت الكويت انكماش الاقتصادي بجزبة 1.3% في الربع الثاني من العام الحالي وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت أن القيمة التقديرية للنتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت حوالي 9.9 مليار دينار كويتي وهو ما يعادل نحو 32.16 مليار دولار مشيرة إلى أن التقديرات الأولية للنتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2022-2023 بنسبة 19.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 تسجل 11.9 مليار دينار أي نحو 39.2 مليار دولار وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون على قانون ميزانية عام 2024 واعتمدت الجزائر أكبر ميزانية في تاريخها بقيمة 113 مليار دولار كنفقات عامة وبعجز يقدر بـ 45 مليار دولار وتميزت الميزانية بزيادة النفقات الاستثمارية وتخفيف الضرائب عن المؤسسات الناشئة ورفع الأمور واستمرار دعم المواطنين قال محافظ بنك اليابان كوزو أويدا إن البنك المركزي سيفكر على الأرجح في تغيير السياسة النقدية إذا تحسن احتمال تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بالشكل المستدام بما فيه الكفاية كان بنك اليابان المركزي قد أبقى على سياسته النقدية شديدة التساهل ما يؤكد تفضيل صناع السياسات بالمركزية انتظر المزيد من الدلائل حول ما إذا كانت الأجور سترتفع بما يكفي لإبقاء التضخم بالقرب من هدفه انتهت جولتنا الاقتصادية واستعرضنا مع حضرتكم مهم أخبار المال والأعمال وعودة من جديد إليكم أميرا وأدا شكرا لك شروع ترجمة نانسي قنقر